السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبيبي طلاب الصف الخامس أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مرهج الكونيكت في ايفون كاملين مع يونت سكس ومعادنا النهاردة مع آخر درسين في اليونت وهم لسون 5 و 6 يلا مع بعض نشوف كلمات النهاردة هتكون ايه اول كلمة النهاردة معانا هي كلمة ساند ستورم ساند ستورم احنا طبعا عارفين ان كلمة ساند دي عبارة عن ايه عن رمال وستورم اللي هي عاصفة ساند ستورم عاصفة رملية ساند ستورم يعني عاصفة رملية ممكن تكون الكلمة متكونة من two nouns زي الكلمة اللي موجودة معانا دلوقتي اللي هي ساند ستورم إسم اللي هو ساند وستورم هي كمان اسم يكونوننا مع بعض كلمة جديدة اللي هي عاصفة رملية طيب اعصار يعني ايه اعصار بالانجليش يعني تورنيدو يعني اعصار طبعا اليونت كلها على بعضها بتتكلم عن الطقس ما هي حالة الطقس فاللي احنا بنتكلم عنه ده في جزء منه خاص بالزواهر الطبيعية زي ايه؟ زي الفيضان وزي الاعصار وزي البرق والرعد وهكذا فالاعصار بنقول عليه طيب الفيضان بنقول عليه ايه؟ بنقول عليه فلد يعني فيضان لما المية تزيد قوي تعمل فيضان فنقول على الفيضان وطبعا الجفاف اخدناها السنة اللي فاتت وسنة رابعة بنقول عليه اللي هو الجفاف انما الفيضان طيب البرق يعني ايه؟ البرق يعني اللي هو البرق اللي هو البرق لما السماء تبقى مطارة والسحب كثيفة وفجأة تنور نور ابيض ده بنقول عليه اللي هو ايه؟ اللي هو البرق بعد كده عندي كلمة electric shock electric shock electric shock يعني صدمة كهربائية صدمة كهربية او صدمة كهربائية لما تيجي كده تلمس الفيشة وتتكهرب كده اخدت electric shock او صدمة كهربائية بعد كده عندي electric wires electric wires electric wires هي اسلاك الكهرباء او اسلاك كهربائية يبقى electric wires دي ممكن تعملي ايه؟ ممكن تعملي electric shock electric shock يبقى عندي electric shock صدمة كهربائية انا تكهربت تكهربت في ايه بقى؟ في electric wires electric wires اللي هي اسلاك الكهرباء يبقى عندي sand storm عاصفة رملية tornado اعصار flood فيضان lightning البر electric shock صدمة كهربائية و electric wires اللي هي اسلاك الكهرباء بعد كده هنروح لريدنج او درس القراءة علشان هنشوف النهارده مجموعة من الظواهر الطبيعية او الحاجات اللي ممكن تحصل في الجو تعالوا نشوف مع بعض زميلنا هيحكي لنا هيقول لنا ايه؟ بيقول اولا الزمن ده زمن ايه حلوين؟ زمن past زمن ماضي ليه؟ علشان بيقول لي I was يعني انا كنت فبيحكي عن حاجة حصلت وانتهت كأنه كده بيحكي لنا حدوتة فبيقول I was at school يعني انا كنت في المدرسة with my classmates classmates يعني زملاء الفصل زملائي او زميلي في الفصل بنقول عليهم classmates يبقى I was at school with my classmates كنت في المدرسة مع زملائي في الفصل اللي حصل بقى بيقول لي then بعد ذلك it started to get dark it started يعني بدأت get dark get dark يعني تظلم يعني الجو بقى ايه؟ الجو بقى مضلم في المدرسة مع اننا في النهار then it started to get dark بدأت تظلم we went outside we went outside يعني ذهبنا للخارج outside يعني للخارج او برا طبعا علشان نشوف ايه؟ طرح شفنا ايه؟ بيقول لي then I saw then I saw بعد كده انا شفت the tornado the tornado الترنادو قلنا عليه ايه؟ يا حلوين؟ برافو عليكم الترنادو قلنا عليه الاعصار طب لما نشوف الاعصار هنبقى خايفين ولا هنبقى مش خايفين؟ طبعا هنبقى ايه؟ هنبقى خايفين الاعصار مخيف مخيف يعني ايه؟ frightening frightening بيقول لنا and it was very frightening it was very frightening يعني كان مخيف او مرعب frightening بال-ing دي لوصف الشيء المرعب لو انا خايف هقول I'm frightened I'm frightened يعني بدل ing هضيف ed وكده انا وصفت حالتي انا انما لو هوصف شيء انه هو مخيف او مرعب هقول frightening بال-ing اوكي؟ يبقى هما لما طلعوا برا شافوا tornado اللي هو الاعصار والاعصار كان very frightening يعني مخيف جدا طب يا ترى هيتصرفوا ازاي؟ دعالوا نشوف مع بعض الاول بيقول لنا بيوصف لنا الترنيدو او الاعصار بيقول it was a very big كان كبير wide وكمان عريض black cloud كان عبارة عن سحابة كبيرة وعريضة ولونها ايه؟ لونها black يعني لونها اسود يبقى سحابة سودة عريضة وكبيرة جدا وكانت كمان مخيفة as it came near us as it came near us لما جات جنبنا near يعني بالقرب مننا يعني it was getting bigger and it was twisting around يعني ايه؟ يعني لما جات تقرب مننا بدأت تكبر وبدأت ايه؟ was twisting around كانت بتلف كده وتدور حوالينا يبقى was twisting around يعني كانت بتلف او بتدور حوالين نفسها وايه؟ وحوالينا كمان we could see things in it وشفنا حاجات فيها like زي ايه؟ doors الأبواب and bits of houses and bits of houses يعني أجزاء من المنازل يعني وهي ماشية ايه؟ واخدف طريقها شباك واخدف طريقها باب واخدف طريقها أريكا واخدف طريقها طرابيزة اي حاجة يعني قطع من ايه؟ قطع من المنازل الخشبية we could see things in it شفنا حاجات فيها زي doors وزي أجزاء من الايه؟ من ال houses أو المنازل when it was closer when it was closer لما قربت أكتر it got even it got even wider بقت ايه؟ wider احنا قلنا wide يعني واسع فwider يعني أوسع and darker and darker اللي هي ايه؟ dark يعني مظلم فdarker يعني ايه؟ أكثر ظلمة يعني ايه؟ مظلمة أكتر ده بالنسبة للcloud اللي قلنا عليها tornado we could see it was moving slowly احنا كنا قادرين نشوفها كانت ايه؟ was moving كانت بتتحرك ولكن ازاي؟ slowly كانت بتتحرك ببطء and we could see it was damaging buildings damaging يعني بتدمر جاية من ال verb damage يعني يدمر كانت بتدمر ايه؟ بتدمر المباني أو البلدنجز building يعني مبنى وbuildings يعني مباني يبقى التورنيدو ده كان مرعب وفي نفس الوقت كان مدمر the next day في اليوم التالي we found out we found out اكتشفنا that the tornado اللي هو الاعصار hurt a lot of people hurt a lot of people يعني ازا ناس كتير and destroyed and destroyed ودمر many homes and other buildings ويدمر بيوت كتيرة وكمان مباني تانية يبقى damage يعني يدمر we destroy يعني يدمر هما اللي اتنين معناهم واحد يبقى الاعصار ده كان ماله كان مرعب وكان مدمر كان عبارة عن ايه؟ كان عبارة عن big white black cloud كان عبارة عن سحابة لونها اسود وكانت كبيرة جدا وايه؟ وكل شوية بتبقى darker and wider darker and wider يعني اعرض وكمان ايه؟ اكثر ظلاما من ايه؟ من قبل كده من بدايتها ده بالنسبة لايه؟ ده بالنسبة للتورنيدو او الاعصار اللي طلعوا شافوه وهم في المدرسة هنروح بعد كده لظاهرة تانية من الظواهر اللي ممكن تحصل في الجو وهي ايه يا طرح؟ تعالوا نشوف مع بعض بيقول لي one day يوم ما my family and I برضو بيتكلم في الماضي my family and I were driving انا وعائلتي كنا بنقود السيارة through the desert عبر الصحراء to visit my cousins to visit my cousins علشان ازور ابناء عمومتي ابناء عمي اللي حصل يا طرح تعالوا نشوف after 20 minutes بعد 20 ديئة بالضبط I looked out of the window انا طلعت دماغي كده ببص من الايه؟ من الويندو او الشباك and so ورأيت so الماضي من سيارة فسو يعني رأى a sand storm a sand storm يعني ايه؟ يعني عاصفة رملية يبقى احنا كنا ماشيين عبر الصحراء او بنسوق في الصحراء وبعد 20 ديئة بالضبط ايه اللي حصل؟ حصل sand storm عاصفة رملية ايه اللي هيحصل يا طرح في العاصفة الرملية؟ تعالوا نشوف soon وبعد كده there was a lot of sand in the air كان فيه رملة فيه الهواء كتيرة جدا outside the car برا العربية and it was very difficult to see وكان صعب جدا انك ايه؟ انك تشوف طبعا عملت ايه؟ عملت شبورة رملية محدش شايف اي حاجة we closed all the windows التصرف الطبيعي اننا نعمل ايه؟ close all the windows اننا نقفل كل الشبابيك but it was now very dark ولكن دلوقتي الجو بقى ايه؟ very dark يعني مظلم جدا من تأثير ايه؟ من تأثير الساند او الرمال اللي انتشرت فيه الجو there were other cars in the road there were other cars احنا بنقول هنا where علشان عندنا كلمة ايه؟ كلمة cars او سيارات فبناخد where ليه الجامع كان فيه سيارات كتيرة على الطريق كلمة road يعني طريق where they going to hit us؟ هل يطر السيارات دي او العربية دي هتصطدم بينا؟ hit يعني يصطدم I was really scared I was really scared يعني كنت خايف فعلا كلمة scared يعني خايف My father moved the car off the road the road and we stopped يعني ايه؟ يعني بابا خلى العربية كده توقف على جنبي وي وقفنا يبقى My father moved the car off the road and we stopped وي وقفنا We didn't see any more cars on the road ما شفناش اي عربيات تانية في ال road او على الطريق but the sandstorm moved very slowly والعاصفة الرملية دي كانت ايه؟ زي التورنيدو بالضبط ما لها moved very slowly تتحرك ببطء شديد جدا then suddenly it moved away وبعد كده فجأة كده ابتعدت يعني ايه؟ يعني الريح راحت مكان تاني او الساندستورم راحت مكان تاني وتوقفت الساندستورم معنى كده انه الجو هيفضأ هيبقى احسن We saw the sun again شفنا الشمس مرة تانية and drove on through the desert وبدأنا نقود عبر الصحراء مرة تانية يبقى هما ماشيين في الصحراء واللي اعتارت طريقهم ساندستورم عاصفة رملية العاصفة الرملية دي طبعا اثرت على الطريق كله واثرت على الرؤية ولكن سرعان ما انتهت يعني suddenly it moved away يعني انتهت ايه انتهت فجأة وبدأوا يشوفوا الشمس مرة تانية ويكملوا مشوارهم او يكملوا طريقهم يبقى شفنا اول حاجة الترنيدو اللي هو الاعصار وبعد كده الساندستورم العاصفة الرملية طب تعالوا نشوف مع بعض tips for keeping safe انا ممكن وانا في اي مشوار او برا يحصل معايا اي ظرف تحصل اي ظاهرة طبيعية زي مثلا على سبيل المثال ان درجة الحرارة تبقى شديدة جدا ده عبارة عن ايه عبارة عن ظرف حاصل طب انا اتصرف في الظرف ده ازاي علشان keep safe ابقى في امان تعالوا نشوف مع بعض اول حاجة بيقول لي in extreme heat in extreme heat يعني في ارتفاع درجات الحرارة لما تبقى درجة الحرارة عالية جدا 45 فما فوق هعمل ايه قال لي eat small light meals كل وجبات خفيفة صغيرة يبقى ايه ما تملاش معدتك كل وجبات خفيفة ووجبات صغيرة spend time in cool buildings with air conditioning يعني قد الوقت في مباني تكون المباني دي برده وفيها ايه air conditioning يعني ايه يعني تكييف بعد كده drink lots of water اشرب مياه كتير even if حتى لو you don't feel thirsty يعني اشرب مياه كتير حتى لو انت مش حاسس انك عطشان يبقى ايه eat small light meals كل وجبات صغيرة ووجبات خفيفة واشرب مياه كتير وخليك في اماكن فيها تهوية كويسة اوكي بعد كده بالنسبة للهدوم قال لي wear يعني البس light cool clothing البس الملابس اللي هي ايه الملابس الخفيفة اللي ما تحرركش او ما ترفعش درجة حرارة جسمك الملابس الصيفية الخفيفة بعدين بيقول لي open the windows when there is a cool wind يعني لما تلاقي في نسمة هوا كده جاية افتح الشباك open the windows افتح الشباك او افتح الشبابيك علشان ايه علشان الهوا يدخل يهوي المكان اللي انت فيه ويخليه cool اوكي طيب اهم حاجة don't go outside ما تطلعش برا اوكي لو مضطر تطلع برا stay in shade يعني خليك في الاماكن اللي فيها ضلة if you must go outside لو لازم تطلع stay in shade ابقى في الظل يبقى كلمة shade اللي هي الظل ده راجع مع بعض مرة تانية علشان الصيف بيبقى طبعا درجة الحرارة فيه عالية جدا نعمل ايه ناكل واجبات خفيفة نقضي وقت في اماكن فيها تهوية كويسة نشرب مياه كتير حتى لو المياه دي ما كناش محتاجينها او حاسين انه نعط شانين نلبس ملابس خفيفة نفتح الشبابيك ونهول مكان اللي احنا فيه وما نخرجش برا ولو كنا مضطرين نخرج برا نعود في الاماكن او نتمشى في الاماكن اللي فيها shade او فيها ظل ده بالنسبة لل extreme heat طب ممكن تحصل حاجة افضع من extreme heat زي ايه؟ زي مثلا sandstorm اللي اتعرضوا ليها هنتصرف ازاي لو فيه sandstorm او عاصفة رملية قال لي wear a scarf to protect your face wear a scarf البس scarf اللي هو الوشاح to protect your face يعني حطوا كده حوالين رقبتك ولما يحصل sandstorm غط بيه وشك شوية اوكي بعد كده stay inside خليك جوة يعني لو انت ركب عربية ايه؟ خليك جوة so the sand can't get in your mouth خليك بالداخل او ابقى بالداخل علشان الرمال ما تدخلش ايه؟ ما تدخلش your mouth بقك drive to the side of the road so you can stop your car امشي بعربيتك او سوق عربيتك وانت ماشي على جنب الطريق علشان لو حصل ايه ظرف تعمل ايه تقدر توقف العربية بتاعتك في اي وقت make sure اتأكد your windows are shut الwindows او الشبابيك بتاعتك مقفولة so no sand can get in اتأكد ان الشبابيك بتاعت العربية مقفولة علشان ما تدخلهاش اي رملة cover your head cover your hidden face غطي دماغك and your face ووشك as much as possible على قد ما تقدر طبعا مش هتغطي بحيث انك ما تشوفش وتعمل حد صلى قدر الله غطي بحيث انك تقدر تشوف بعدين لو كان في تكييف turn off air conditioning to stop sand coming in طبعا ايه لازم تقفل التكييف علشان توقف الرملة من انها ايه من انها تدخلك يبقى ال steps دي لازم نعملها لو احنا سيقين سيقين على الطريق وحصل sand storm او عاصفة رملية تعالوا نروح مع بعض نشوف الحاجة التالتة اللي ممكن تحصل معنا هي storm اللي هي العاصفة الشديدة او الرياح الشديدة what might happen in a storm ايه اللي ممكن يحصل في العاصفة دي او الحاجة بيقول لي there might be very strong winds الرياح العادية دي اللي هو الهواء الطبيعي ده ما فيش منه اي مشكلة المشكلة لما تكون الرياح دي strong winds الرياح قوية الرياح القوية هي اللي بتسبب لي او اللي بتكون لي storm او العاصفة ايه اللي ممكن يحصل في العاصفة وازاي أفضل في أمان جوه العاصفة دي أول حاجة اللي ممكن يحصل يعني هيكون فيه رياح قوية أيه كمان ممكن يحصل قال لي ممكن كمان يحصل أني تمطر مطر شديد جدا والأمطار تبقى قوية وغزيرة وكمان يكون فيه بر يعني ممكن لو طلعت بره ما يكونش أمان ليه بقى لأن أسلاك الكهرباء ممكن تقع وفي الحالة دي ممكن يحصل صدمة كهربية يبقى ما تقدرش تطلع بره ممكن يحصل انقطاع في الطيار الكهربي يعني النور يقطع الناس اللي في الشارع في المنازل يعني الناس اللي في الشارع أو في البيت أو في العربيات ممكن يحتاجوا لمساعدتك طيب how to keep safe in a storm تعالوا نشوف مع بعض إزاي تحمي نفسك وانت جوة storm how can you protect yourself وكمان تحمي others تحمي الآخرين أول حاجة قال لي stay inside and keep dry يعني خليك جوة البيت ابقى بالداخل واحرص على أن تكون جاف يعني ما ينفعش تبقى ويت ما ينفعش تبقى مبتلة أو هدومك مبلولة لأن القدر الله ممكن يحصل electric shock فالمية أو البلل بيساعد على إيه؟ بيساعد على أن electric shock دي تأثر فيك يبقى stay inside and keep dry تاني حاجة make sure يعني اتأكد you have candles عندك شمع في البيت and torches ويهي عندك كمان كشفات there might be a power cut لأنه ممكن يحصل انقطاع في الطيار الكهرابي فلازم ننور بالcandles أو التورتشز اللي هي إيه؟ اللي هي الكشفات بعد كده قال لي contact your friends يعني تكلم أصدقائك أو ابقى على اتصال مع أصدقائك and family والعائلة بتاعتك to check علشان تتأكد they are safe علشان تتأكد ان هما في أمان ولو ما كانوش في أمان طبعا لازم تساعدهم أو help them بعدين بيقول لي don't go anywhere ما تروحش أي مكان buy train بالقطار this could be unsafe لأن هنا هيكون في عدم أمان لأنه في car في trains بتشتغل بالكهرباء أصلا فده هيكون unsafe غير آمن بعدين بيقول لي help anyone who is afraid ساعد أي حد afraid ساعد أي حد خايف أو يشعر بالخوف don't stand under trees ما تقعدش تحت الأشجار in case lightning strikes يعني ما تقعدش أسفل الأشجار في حالة حدوث البر don't stand near wires طبعا دي حاجة بدي هي يعني ما تقعدش تحت تحت الـ wires أو جنب الـ wires اللي هي أسلاك الكهرباء ما تقعدش جنبها they could fall ممكن يقعوا and give you an electric shock وممكن يصيبوك بـ electric shock أو صدمة كهربائية يبقى نبعد عن electric wires أسلاك الكهرباء وكمان نبعد عن trees أو الأشجار لأنها كمان ممكن تقع عليك ويقدر الله يحصل أي ضرر أو أي مشاكل يبقى تزي الحاجات اللي نقدر نعملها في حالة storm أو العصفة علشان نحمي نفسنا وربنا يخليكم دايما آمنين وبكده يا حلوين يكون الترم الأول الانتهى ومنهج الانجليش انتهى ونتقابل قريب جدا بإذن الله في الترم التاني ما تنسوش تشوف المراجعات اللي نزلناها على القناة أتمنى أنكم تكون استفدتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته